من نابلس معنا مباشرة سامر عن بتاوي محلل سياسي أستاذ أهلا بك ساعات بعد إعلان إسرائيل الخبر حزب الله يؤكد أخيرا أن أمينه العام حسن نصر الله راح بضحية بفعل الدربات الإسرائيلية اليوم أمس برأيك ماذا يعني هذا التأخير من قبل الحزب؟ تحياتي لكم أولا اسمحيني من خلال شاشتكم أنا أنعي إلى الأمة العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني والشعب اللبناني هذا المجاهد القائد حسن نصر الله الذي نذر كل حياته لقضية القضايا العرب وقضايا الفلسطين وقضايا الأمة الإسلامية وكان باستطاعته أن يكون بعيدا عن كل هذه القضايا وكان باستطاعته أن يتجنب منذ البداية منذ الثامن من أكتوبر أن يتجنب المشاركة في هذه العملية وكان يعرف مصيرها كان ممكن أن يقول أنا لدي قضايا داخلية في لبنان لا أستطيع المشارك ولكن أبى ذلك ودعم الفلسطينيين في هذا العدوان الأمجي من قبل دولة الاعتلال على الشعب الفلسطيني دعم منذ اليوم الأول لهذا العدوان وقال بصريح الكلمة تنتهي المشاركة اللبنانية عندما تتوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة لذلك هذا الشخص هذا ليس يعني شخصا عاديا هذا الرجل بنى مدرسة في مفهوم المقاومة ومفهوم التحدي لدولة الاعتلال في الوقت الذي تخلى عنه الكثير من العرب والمسلمين عن الشعب الفلسطيني في الوقت الذي ترك الشعب الفلسطيني يضبح بعشرات الآلاف ويقتل في خطاع غزة في الوقت الذي تقوم به دولة الاعتلال بتحدي كل القوانين الدولية والمحلية وبرعاية الولايات المتحدة في استيداف وتصفية القضية الفلسطينية هو أبا أن يكون كذلك هو وحزبه استمر في هذا الدعم لذلك نقول ننعي هذا الرجل القائد المجاهد لنعيه للأوبة الإسلامية لنعيه الشعب الفلسطيني ننعيه بكل ما لدينا من إيمان وقناعة بهذا الشكل ونقول في النهاية أن هذا استشهاد على هذا الطريق وليس الأول هناك شهداء كثر على ضرب التحرر الوطني الفلسطيني فلسطينيا وعربيا ولبنانيا بالتحديد ولذلك هذه في جملة واحدة إن سمعت لي والانتقال وأعتقد أن هذا ليس نهاية مطاب بل هو بداية تغير على مستوى الإقليمي في مواجهة الحركة الصيونية ومخططاتها في المنطقة سيد سامر بعض الأسماء يتم الحديث عنها لخلافة حسن نصر الله هل من معلومات حول الخليفة المقبل للحزب وبرأيك كيف ستكون هذه التأثيرات على الحدث خصوصا على الهيكل التنظيمي لحزب الله اللبناني أولا كما قلت هذه مدرسة لم يكن شخص كارزماتي لوحده صحيح أنه نال هذه الشخصية القوية ولكن كان هناك الكثير من القيادة في الداخل الحزب صحيح أن دولة الاحتلال قامت باغتيال جزء هام من هذه القيادة وستهدفت هذه القيادة ولكن أعتقد أن الحزب والذي يستطيع أن يختار نائب للأمين العام رحمه الله ولكن في اعتقادي أن هذا الأمر سابق لأوانه الآن هناك اغتيالات في القيادات هناك تدمير في الضحية الجنوبية هناك استهداف مباشر وبالتالي اختيار مبديل لشهيد حسن نصر الله يكون خلال مؤسسات العزب وخلال نقاش مفصل داخل العزب لذلك أعتقد أن من المبكر الآن الحديث عن أي شخصية ممكن أن تنوب وهم كثر وهم موجودون وهم على نفس الخط ونفس المدرسة سيد سامر ما الخيارات العسكرية لحزب الله في المرحلة المقبلة هل هناك توقعات ربما بتصعيد من قبل حزب الله وكيف يساعد كذلك الجيش الإسرائيلي لمواجهة أي ردود فعل من قبل الحزب في الأيام المقبلة أولا نتناول هذا الموضوع باتجاهين لتجاه الأول أن الإرادة الإسرائيلية ونيتنياو تعديدا ذهب إلى أبعد الحدود فتح المعركة على مصرعية أو الحرب على مصرعية وهو يريد توسيع رقعة الحرب تصبح إقليمية ويصفي حساباته مع كل من يسميهم أداء إسرائيل وبالتالي هذه الحرب مفتوحة بشكل كبير وبشكل يستدرج في الإسرائيليون الولايات المتحدة للدخول في هذه الحرب لمواجهة الإقليم بشكل كامل في الجانب الآخر من هذه المحادلة جانب حزب الله والمقاومة الوطنية اللبنانية أعتقد عندما فعلت المقاومة وكل محور المقاومة حتى هذه الفكرة محاولة تجنيب هذا الإقليم هذه الحرب الإقليمية الواسعة بمعنى لجم نتنياهو ومنعه من الوصول وكانت تستعمل الحكمة وضبط النفس في عدم توتير الأمور حتى تصل لحرب شاملة ولكن أبا نتنياهو إلا الاستمرار وبهذا المعدل نقول أن حزب الله والمقاومة الوطنية اللبنانية لم تستعمل كل إمكاناتها بل جزء يسير من إمكانياتها ولو استعملت هذه الإمكانات لستطعت أن تقتل منتصف الأبيب وتقتل المدنيين كما يقوم الإسرائيون بقتل المدنيين واستئداف البنايات وكل شيء في لبنان كما فعلت خلال رزا لذلك المعادة الآن المعركة المفتوحة فيها أقطاب محور المقاومة بدءا بحزب الله مرورا بسوريا مرورا بالعراق مرورا باليمن مرورا بإيران بكل أطراف وبالتالي أعتقد أن ما هو قادم هو فتح الجبهات بشكل كبير والآن لم يمعد هناك محرمات لم تبقى هناك خطوط عمر وأعتقد أن الأمور ذاهبة إلى تصعيد كبير طبعا هذا التصعيد لا أحد يريده في المنطقة هذا دمار لشعوب المنطقة وهذا تأثير وهذا لنماية سيونية خبيثة ولكن هذا ما يفرضه الاحتلال وما يفرضه نيتنياهو على المنطقة ومن مساعدة الولايات المتحدة سننتظر ما ستقول إليه الأيام المقبلة بين حزب الله وإسرائيل وتتحدث سيد سامر عن ربما معركة مفتوحة لكن داخل لبنان كيف ستتعامل الحكومة مع هذه التطورات وكذلك ما هي التدعيات السياسية المحتملة على هذا البلد لبنان طبعا أولا الحاضنة الشعبية للحزب والمقاومة المطنية اللبنانية تسعت في هذه الفترة لأنهم رأوا الصرف والأدوان والهمجية الإسرائيلية في التعامل مع الداخل اللبناني لذلك حكومة وشعبنا الآن يشكل حاضنة كبيرة صحيح البعض يقول أنه لم يدخل الحزب من بداية لما تعرضنا لذلك ولكن الأغلبية الساحقة الآن تشعر بالرغبة بالفطار والمواجهة تشعر بأن الاحتلال الاحتلال بنواسة لم يتوقف على الهجوم على لبنان منذ عشرات السنين منذ الاشتياحة عام 82 وقبل عام 78 ثم حرب 2000 وحرب 2006 والاحتلال لجنوب لبنان والشريط الحدودي كل ما مر في لبنان هو عدوان من جانب الاحتلال الإسرائيلي وحتى الآن هو يعتبر بمزارع شبعة ويسيطر عليها وحتى في ظل عدم وجود هذه الحرب كان يخرج بطائراته ويقصف وينتج بالضرر للبنانيين لذلك الشعب اللبناني الآن ملتف حول هذا الخيار وأعتقد أن الأيام القادمة ستبرز أن هناك فعلا إرادة لبنانية للمواجهة ولجنوب دولة الاحتلال لأنه بصراحة الاحتلال إن لم يفهم الشعب والعربية لم تفهم مخططات الحركة السيونية أنها تريد السيطرة على كل العالم العربي وتريد السيطرة بشكل كبير على المنطقة وتريد أيضا استهداف لبنان بشكل كبير حتى أنها تريد احتلال أجزاء من لبنان وأجزاء من الأردن وأجزاء من مصر من لا يفهم هذه المعادلة لا يريد أن يفهمها هذا هو الواقع السيوني وهذا ما يجب أن تجابه الشعب العربي أعتقد أن الشعب اللبناني الآن يعي هذه الحقيقة نعم من نابلس سامر عن بتاوي محلل سياسي شكرا لك على هذه المشاركة